بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أبنائي وبنات الطلاب في درسنا لهذا اليوم أنا وأنتم نبتدئ بالوحدة الرابعة التاريخ الوطني الدولة السعودية الثانية حيث تحتوي هذه الوحدة على الدرس الخامس والعشرون الدولة السعودية الثانية التأسيس الدرس السادس والعشرون الدولة السعودية الثانية الاستقرار الدرس السابع والعشرون الدولة السعودية الثانية الدفاع عن الدولة والدرس الثامن والعشرون الدولة السعودية الثانية نهاية الدولة أبناء وابناء الطلاب كما تعلمون وأخذنا في الدرس السابق وتحدثنا في الدرس السابقة عن نهاية الدولة السعودية الأولى وما كان يظنه المعتدون من أنهم سوف يتم القضاء على هذه الدولة ولن تقوم لها قائمة مرة أخرى ولكن خاب ظنهم وخاب مسعاهم من خلال ما قامت به من أساس قويم هذه الدولة أو الدولة الأولى واستمر ذلك حتى قيام الدولة السعودية الثانية تعسست الدولة السعودية الثانية في عام 1240 لو سألتكم أبناء وابناء الطلاب متى سقطت الدرعية في أيدي القوات المعتدية في تاريخ كم؟ ما هو التاريخ الذي سقطت فيه الدرعية أمام القوات المعتدية؟ وأنتم تعلمون ما حدث من أحداث حال سقوطها أحسنتم في عام 12233 أو هجرية قيام الدولة السعودية الثانية 1240 هجرية ما هو الفرق أو ما هي المدة الزمنية إلى أن قامت الدولة السعودية الثانية التي يظن المعتدي أنه قضى على الدولة السعودية في هجومه وفي قضائه وفيما فعله بالدرعية أحسنتم ما يقارب سبع سنوات بعد سبع سنوات تقريبا قامت وعادت هذه الدولة مرة أخرى ولم تنتهي كما ظنه المعتدي إذن تعسست الدولة السعودية الثانية في عام 1240 على يد الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود أي بعد أقل من سبع سنوات منذ نهاية الدولة السعودية الأولى أي أنه بعد سبع سنوات من نهاية الدولة السعودية وهذا الزمن في زمن الدول أبناء وبناء طلاب زمن قصير جدا فحينما نتحدث عن أعمار الدول هذا زمن قصير جدا سبع سنوات بعدها قامت الدولة السعودية الثانية كيف حدث ذلك كما تذكرون أبناء وبناء الطلاب عندما حوصرت الدرعية في عام 1233 عندما حوصرت الدرعية في عام 1233 وعندما قام الإمام عبد الله بن سعود بموقفه البطولي الذي يذكر إلى يومنا الحاضر هدفه في ذلك هو ما هو حقن لدماء السكان والناس في الدرعية قرر الإمام تركي بن عبد الله مغادرة الدرعية لماذا؟ حتى لا يقع في أسر القوات المعتدية ولجع إلى جبل علي وهو بالقرب من الرياض وكان متخفيا عن الأنظار لكي لا يكون أسيرا تحت القوات المعتدية في ذلك لم يكن هروبا أو استسلاما من الإمام تركي من عبد الله بل كان عملا ذكيا وشجاعا في تخفيه على الأنظار لكي يواصل ما قام به أجداده وأسلافه من أئمة الدولة السعودية الأولى في إعادة تأسيس دولة سعودية ثانية وهذا هو هدف الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله حيث لم يقبل تركي بن عبد الله رحمه الله الاستسلام ورأى مواصلة الدفاع عن البلاد وإخراج المعتدي من الأراضي السعودية حيث تضمنت أعماله البطولية والشجاعة بسيفه المشهور الأجرب لمواجهة الحامية العثمانية التي تمركزت بعد السقوط الدرعية في الرياض منفوحة وأيضا هناك بعض الحاميات الحامية هي مجموعة من الجنود كانت موجودة طبعا مجموعة من الجنود أبناء وبناء الطلاب كانت موجودة بعدد معين القصد من ذلك هو هدفهم فيما ذلك هو القضاء عن أي ما يقوم به من حركات بعد السقوط الدرعية ولكن أبناء طبعا كانوا موجودين ومتمركزين في الرياض منفوحة بأسلحتهم وعتادهم وذخيرتهم ولكن الإمام تركي من عبدالله استطاع وسوف نتعرف عليه أبناء وبناء الطلاب استطاع أن يقضي وأن يطرد هذه الحاميات من الرياض منفوحة وطردها وتوحيد البلاد مرة أخرى حيث تولى بعد ذلك الزعامة والقيادة لإعادة الدولة السعودية في فترتها ومرحلتها الثانية ونلاحظ أبناء وبناء الطلاب هذه صورة للغار الذي كان يتوارى فيه الإمام تركي بن عبدالله عن الأنظار لأنه لم يرضخ للقوات المعتدية ولم يرضى بالاستسلام لهم الهدف من ذلك هو إعادة الدولة السعودية أيضا دفاعا عن أرضه ووطنه وهذه صورة للسيف الأجرب المشهور سيف الإمام تركي بن عبدالله رحمه الله أيضا من صور التلاحم في سيرة الإمام تركي بن عبدالله وهو يعيد تعسيس الدولة السعودية الثانية التفاف الأهالي في المنطقة حوله لماذا أبناء وبنات الطلاب؟ برأيكم لماذا التفى الأهالي حينما ظهر الإمام تركي بن عبدالله معيدا ومجددا لظهور الدولة السعودية بمرحلتها وفترتها الثانية على ماذا يدل ذلك؟ برأيكم أبناء وبنات الطلاب على ماذا يدل تكاتف والتفاف الأهالي ومساندة الأهالي للإمام تركي بن عبدالله على ماذا؟ أحسنتم أولا يدل على محبتهم لقادتهم وحكامهم وأمتهم بالإضافة ليقين الأهالي أن الدولة السعودية الأولى قامت على أساس متين وعلى نشر الأمن والاستقرار وهذا هو ما كان يعرفه الأهالي عن حكام هذه الدولة وأيضا ما عرفوه عن الإمام تركي بن عبدالله لأنهم يعون أن الإمام تركي بن عبدالله سوف يعيد أمجاد الدولة السعودية الأولى بقيامه وإعادته للدولة السعودية الثانية إذن حيث التفأ أو التفأ الأهالي لمساندة الإمام تركي بن عبدالله لمقاتلة القوات المعتدية بكل شجاعة حيث تضمنت في البداية تحركات الإمام تركي بن عبدالله بمواجهة محمد بن مشاري بن معمر الذي هو الذي حاول أن يستولي على الحكم في المنطقة إذن بداية الإمام تركي بن عبدالله هي مواجهة محمد بن مشاري بن معمر الذي حاول أن يستولي على الحكم في المنطقة كان الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز هو أو من ظن عدد من أفراد أسرة آل سعود الذين أمر إبراهيم باشا بنقلهم إلى مصر إذن الإمام والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز هو من ضمن من نقلهم إبراهيم باشا إلى مصر عندما وصلوا بالقرب من ينبع تمكن الأمير مشاري من الفرار واتجه إلى نجد حيث قام الأمير مشاري بجمع أنصاره في القصيم وحائل والمحمل والستير وتوجه إلى الدرعية حيث بايعه الأهالي ومحمد بن مشاري بن معمر إذن بعد أن استطاع الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز حينما تم نقله من الدرعية حيث نقله إبراهيم باشا من الدرعية إلى مصر ولكن تمكن من الفرار وهو في ينبع ووصل وعاد مرة أخرى إلى وتوجه إلى الدرعية حيث استطاع أن يجمع حوله الأهالي في القصيم وحائل والمحمل والستير وتوجه إلى الدرعية فبايعه الأهالي أبناء وابناء الطلاب ذكرت لكم نلاحظ أنه بعد سقوط هذه الدولة أيضا التف الأهالي حول الإمام شاري بن سعود برأيكم لماذا؟ لكم دقيقة بنا وابناء الطلاب للحل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة إذن أبناء وابناء الطلاب أحسنتم هذا الالتفاف وهذه المحبة هي دلالة واضحة من الأهالي حبهم لقادتهم أيضا معرفتهم التامة أن الدولة السعودية الأولى قائمة والدولة السعودية وقيام الدولة السعودية الثانية قائمة على أساس قومي من وهو ومتين وهو العقيدة الصحيحة ونشر الأمن والاستقرار والعدالة بين الناس إذن بعدما استطاع الإمام أو الأمير مشاري بن سعود أن يجمع أنصاره في القصيم وحائل والمحمل والاستير وتوجه إلى الدرعية عندما بايعه الأهالي أيضا بايعه محمد بن مشاري بن معمر الذي كان يطمح لحكم المنطقة كان الإمام تركي بن عبدالله في الدرعية أيد ابن عمه وسانده وعين الإمام مشاري أو عين الإمام شا الأمير مشاري الإمام تركي بن عبدالله أميرا على الرياض إذن بعد أن وصل الإمام أو الأمير مشاري بن سعود وبايعه الإمام تركي بن عبدالله عين الإمام تركي بن عبدالله أميرا على الرياض وبدعم من الحامي نلاحظ أبنائي بدعم من الحامية العثمانية التي كانت تريد أن تريد أن تزعزع وتفسد قيام دولة سعودية ثانية قامت في مساندة محمد بن المعمر للقبضي على الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز وإرساله للقوات العثمانية في القصيم بقيادة عبوش آغا الهدف من ذلك أيضا هو يريد أن يحكم المنطقة بدأ الإمام تركي بن عبدالله لاستعادة وتأسيس الدولة السعودية قبض على ابن معمر حيث طلب إطلاق صراح الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز وعندما لم وبعدها لم تمتثل أو لم الحامية العثمانية لم تستمع لطلب الإمام تركي بن عبدالله قام بالقضاء على ابن بن عمر عندما علم أن القوات المعتدية قتلت الإمام مشاري عندما علم الإمام عندما علم الإمام تركي بن عبدالله أن الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز قتل قتل وقضى على ابن معمر حصار الإمام تركي بن عبدالله واصل الإمام تركي بن عبدالله جهوده الجبارة لمواجهة الحاميات العثمانية المعتدية في الرياضة وما حولها في عام 1235 استمر القتال بين الإمام والقوات العثمانية والحاميات العثمانية الموجودة والمتمركزة في الرياضة وما حولها حيث استطاع رحمه الله من طرد هذه القوات وتخليص البلاد من الحكم الأجنبي المتمثل بوجود هذه القوات العثمانية حيث واصل الإمام تركي حملاته لتوحيد البلاد المجاورة للرياض في السدير والوشن وكان ذلك مصدر قوة للرياض وما حولها هل توقفت القوات العثمانية؟ بل قامت القوات العثمانية المعتدية بقيادة خليل آغا بمحاصرة الإمام تركي بن عبدالله في قصره بالرياض لكنها لم تنجح ما قامت به حينما حاصرت قصر الإمام تركي بن عبدالله لماذا؟ برأيكم لماذا؟ أو ما هو المعهود؟ أبناء وابناء الطلاب من السعوديين في مواجهتهم للأعداء وبالتحديد هذه القوات أحسنتهم هم يعرفون أو هذه القوات تعرف وتعي أن السعوديين لن يستسلموا لهم بهذه السورة بل واجهوهم السعوديون ببسالة وشجاعة وجاءت قوات أيضا أخرى بقيادة حسين بك وأخرى بقيادة عبوش آغا التي حاصرت الإمام تركي بن عبدالله لمدة ثلاثين يوما قلة المؤن وشدة الحصار وطول المدة قرر الإمام تركي بن عبدالله مغادرة القصر خفية إذن بعد أن استمر الحصار لهذه المدة ماذا قرر؟ قرر الإمام تركي بن عبدالله أن يغادر قصره خفية واستطاع وتوجه إلى بلدة الحلوة جنوب الرياض لماذا؟ لكي يستعيد قوته ويستطيع أيضا أن يرتب جيشه لمواجهة هذه القوات المجتمعة وهدفها القضاء على الدولة السعودية متمثلة بوجود الإمام تركي بن عبدالله وأثناء تواجد الإمام تركي بن عبدالله بنى قلعته المشهورة في بلدة الحلوة والتهيئ لاستعادة واستكمال هدفه وخطته لاستعادة الدولة السعودية الثانية أو الدولة السعودية وطرد القوات المعتدية من الأراضي السعودية إذن أبناء وبناء تطلع في هذا الدرس أنا وأنتم تعرفنا على عودة وقيام الدولة السعودية بمرحلتها وفترتها الثانية متمثلة في الدولة السعودية الثانية ذكرناها في الدرس السابقة حينما تحدثنا عن سقوط الدولة السعودية الأولى وكان ذلك في عام ممتازين ألف ومئتين وثلاثا وثلاثين لم تستمر سبع سنوات إلا وعادت هذه الدولة مرة أخرى وبوجود حاميات تركية موجودة في الدولة أو في قلب الدولة في الرياض وما حولها حيث بدأت في عهد الإمام تركي بن عبد الله مرة أخرى بعد الحصار كما ذكرنا أنه لم يستسلم الإمام أو لم أو أن الإمام تركي بن عبد الله غادر الدرعية حتى لا يقع في أسر هذه القوات المعتدية وهدفه أبناء وبناء الطلاب لكي يواصل ما قام به أبناء وبناء الطلاب أسلافه وأجداده من أئمة الدولة السعودية الأولى حينما أسسه لدولة قوية ذات أساس قوي وهدف سامي أيضا تضمنت أيضا أعماله أعمالا بطولية وشجاعة بسيفه الأجرب المشهور بالسيف الأجرب أيضا أبناء وبناء الطلاب لاحظنا وتعرفنا على مدى التلاحم بين الشعب وبين المواطنين السعودين والتفاف الأهالي حوله لمعرفتهم التامة أن هذا الإمام هو من سوف يخلصهم من هذه القوات المعتدية وأيضا يعيد قيام دولة سعودية كما قامت سابقا ولكن واجهة رحمه الله بعض العراقيل في بدايته عندما واجه محمد بن مشاري بن معمر أيضا عندما عاد أيضا الأمير مشاري بن سعود ونصبه وجعله أميرا على الرياض وأيضا ما قام به محمد بن مشاري بن معمر حينما اتفق مع الحامية التركية وتم القضاء على الأمير مشاري إلى أن وصلت ما وصلت إليه ابنه وبنة الطلاب حينما قبض على ابن معمر وحينما قامت هذه القوات المعتدية بقتل الأمير مشاري وتم القضاء على ابن معمر على يد الإمام تركي بن عبد الله حصار الإمام بعد أن عرفت هذه القوات بقوة الإمام تركي بن عبد الله حاصرته لمدة كم؟ ممتازين ثلاثين يوما بعد ذلك لقلة المؤن خرج الإمام تركي بن عبد الله متخفيا عن الأنظار توجه إلى أي؟ إلى الحلوة جنوب الرياض وهناك أسس قلعته المشهورة المشهورة التي من خلالها استطاع أن يعيد الدولة السعودية وطرد فيها القوات وطرد منها القوات المعتدية من أراضيها ومن أراضي من السعودية وبذلك أبنائي وبناء الطلاب ننهي درسنا لهذا اليوم شكرا ومقدرا لكم تفاعلكم مع تبنياتي لكم بالتوفيق والنجاح